جديدة بجادة تحايا بك كابتن ايمان وبضيوفك الكرام بكل مشاهدينا مشاهدينا متابعي شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان معي في هذه الأثناء واحد من ولادي الناد الاهلي واحد من رجال الناد الاهلي في البداية نقول له حمد الله على السلامة سعد ألف مبروك على الفوز حمد الله على السلامة مليون حمد الله على السلامة لحظة كنتك مستنية وكل جمهير الناد الاهلي مستنية الحمد لله يعني برحب بيكو كل سنة وطيبين وبرحب بالستوديو كابتان دايما انشاء وكل يدو في الكرام ودايما كده متعلقين وسنة سعيدة وسنة خير عليهم الحمد لله يعني بداية خير إن شاء الله وكون بداية خير وسنة جديدة كلها خير بإذن الله الحمد لله يعني الواحد سعيد إنه هو النهاردة رجع وأول مبارره بعد العودة كنت صبت في أفريكا ورجعت في أفريكا برضو وكان في نفس التويت اللي أنا صبت فيه كان في آخر السنة كان بـ 28-12 ورجعت الحمد لله الأيام دي فالحمد لله يعني كانت إصابة طويلة وإصابة صعبة بالنسبة لي وقعدت فيها وقت طويلة وكان فيها إصابة قبلها فالحمد لله أتمنى بالربنا إنه يكون فاتحة خير ويعني الحمد لله الواحد كان جواه أحسس كدير النهاردة مبسوط وسعيد والآن لكن بشكر طبعا الجهاز الفني ومكارد كوتش طبعا مسيماني يتكلم معي الفترة اللي فاتت وقالي إن أنا محتاج أن أديك الفترة اللي جاية المتشاط اللي هنحسنها بدري علشان خاطرة جاهزك وعايزك تبقى موجود وممكن هو قالي على السيناريو اللي هيحصل النهاردة بعد ما نبقى تلين صفر فوقت معين هتبتدي تاخده الحمد لله يعني الواحد نزل وتطمن على نفسه واشتغل بشكل كويس وواحدة واحدة يبتدي يخش في مباريات فالحمد لله يعني كابتن سعد أنت واحد من الولادي النادي أو من لعبك كبار فالرجل واخد نبدأ المناقش دايما بيتناقش معاك ودايما بيتكلمكه قريب جدا من اللعبة وبيشتغل على عامل النفس كويس هو الراجل قريب من الناس كلها من كل الفريق ممكن متعودين في النادي الأهل اللعبة كبيرة بيبالها دور سواء مع المدير الفن أو المدير الكورة فهو يعني بيتكلم على طول مع كابتن الفريق اللي هما الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير وكابتن وليد سليمان فعلى طول لو في أي حاجة ممكن يتناقش معنا أو بياخد رأينا في حاجة فحاجات كلها خاصة بالفريق يعني مش حاجات فنية فهو دي شخصيته حاجات تانية أنه هو بيحاولي يقرب معظم اللعبة النهاردة كان حريص وقال قبل الماتش أنه هو يحاولي يدي معظم الناس اللي ما خدتش بقال فترة والناس اللي راجع من كورونا عشان يجهزهم هو بيشتغل على الحتة النفسية وهو مدرب زكي وبيعرفي كسب لعبته كلها ودي ميزة ومساعدة طبعا خبراته الكبيرة والبطولات اللي حقا قبل كده في ميدياله يعني خبرة كبيرة أنه يتعامل مع كل اللعيب يعني فأتمنى له التوفيق معنا إن شاء الله ونكمل على الفترة اللي فاتت البطولات اللي حصدناها ونكمل عليها ونكمل إن شاء الله البطولات الموسم ده كمان عايزة أقول لك فترة الأصوة تبقى من أصعب الفترات في حياة لعيب الكورو وإن شاء الله ما ترجعش تاني شفت التفاف جماهير النادي الأهلي مع سعد لعبت النادي الأهلي الجميع كان في ظهر سعد سمير والنادي الأهلي أيضا كان في ظهر سعد سمير والله طبعا يعني أنا حابب من خلالكم أشكر النادي الأهلي وأشكر على رسول مجلس صدارة النادي الأهلي بالكامل وأشكر الكابت الخطيب بشكل شخصي لأنه هو كان أكتر دعم فترة الأصوة الفترة اللي فاتت على طول كان بيتصل بي وعلى طول كان بيتطمن علي ويدعمني وإحنا في ظهرك وخد وقتك وما تلاقش وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول فطبعا هو بتعاول معنا كأب غير إنه هو كرئيس مدي وأسطورة كبيرة فبيتعاول معنا كأولاده المجلس صدارة كله كان بيدعم بيتصل بيتطمن فدي حاجات معنوية مترفع من اللعبة باشكر زميلي اللي دايما وقفين في ظهري واللي دايما بيسندوك وعايزينك ترجع وعايزينك بشكل كويس وطبعا باشكر الكابت سادعب حفيز بشكل خاص فطبعا باردو كان دايما معي ودايما بيسندنوه ومعزم اللعبة المصابين إن شاء الله رجعوا بسنما ندفد ومحمد محمود ومتولي إن شاء الله وأجاي ومعزم المجموعة المصابة فده مش غريب على النادي الأهلي وهو على أنه هو بيبقى دايما مساند أولاده ودايما وقف جنب أولاده ودي الحمد لله الرسالة اللي بتتنقل لكل اللعبة فزي ما أقول لك يعني الواحد بيبقى سعيد ومحظوز أنه هو موجود في كهان كبير سعيدنا دي الأهلي الأسرة ودورها معاك ودور ستة كل دايما بتوتيع هي بتوصل بيك في الدعوات بس مش ربارينة لا الحمد لله والله يعني الأسرة هي الأساس دايما يعني الحجة والحجة وزوجتي والأولادي فربنا يبارك لي فيهم وربنا يخلهم لي والواحد ماشي بدعوتهم فالحمد لله فالفترة فاتك فترة مهمة وزا ما انت شفت النهاردة الواحد كان ساعي بتشجيع الجمهور النهاردة والواحد هو نازل الناس في ظهره والناس بتسنده دي أحسن حاجة وأنت حاجة الواحد بيتمناه في حياته خصوصا لما يكون جمهور كبير وعظيم سعى جمهور النادي الأهلي اللي هو أنت أساسا بتلعب علشانه يعني وتتمنى أنت تسايده أنت تفرحه وهما الأنصر وحيدة في المنظومة اللي ما بستفيدش حاجة في جمهور فيعني بشكرهم بقول لهم دايما كده في ظهرنا ودايما أنتوا اللي بتدعمونا ودايما أنتوا اللي بتعملونا وواقفين في ظهرنا وإن شاء الله نشرفكو دايما أخيرا أنا عارف أنت رايح ماشي مع وليد سليمان شفت لقطة وليد سليمان مع بدر بنوني إزاي واللقطة دي احنا دايما متعودين نشوفها في النادي الأهلي تقيد لقطة كبيرة جدا يعني كان وليدي العليل دور أو الرقم من هو اللي بيشوت ورقلات الجزة وسبها لبدر بنوني أعطا قدرسالة جوه النادي والله إحنا كلنا من عندك كنا يعني بنقول بدر يشوت وكده والكابتن وليسليمان زي ما أنت قلت يعني بيبقى بالتنصيق بينه وبين اللعيب اللي عايز شوت هو محطوط هو وبدر فحنا قلنا له يعني لو ما فيش مشكلة هو أجاب جون وبدر عايزين برضو بدر لعيب مهمة بالنسبة لنا ولعيب إضافة بالنسبة لنا ولعيب دايما نحاول لعيبة اللي هما مش مصريين يخشوا معنا لكن هو طبعا دلوقتي بقى مصري خالص دلوقتي هو من لعيبة الشخصات الجميلة الهادية الطيبة اللي فعلا شبه النادي الأهلي وبتاع النادي الأهلي من نقول التوفيين إن شاء الله وإحنا تتكلم زي ما بولك إحنا كباتن والفريد الواتي وإحنا الكبار فأنت بيبعليك دور من أنت تتحول المجمعة كلها تبقى كويس المجمعة كلها أنت محتاج كل العناصر على المدار الموسم محتاج لعيبة كلها تبقى جهزة لعيبة كلها تبقى فأحسن فورما فده دورنا إن إحنا نشيل بعض وإن إحنا نساند بعض إن إحنا لو فيها واحد بعيد شوية بنحاول نقربه بنحاول نحن ندخله فهي دي الروح اللي موجودة وهي دي اللي بتميزنا يعني الحمد لله شكرا كبير سعدت همنا الكتوفي ألف شكر كبير أيمان ده كان لقاءنا مع سعد الدين سمير لاعب النادي الأهلي اللي نقوله حمد الله على السلامة مكسب كبير جدا يعني بجانب الفوز النهاردة في اللقاء عودة سعد سمير وعودة بعض العبين اللي كانوا غايبين من الإصابة وفيروس كورونا طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي ومن جديد تعود الكلمة للكابتن أيمان شاوي وضيوفه الكرام